موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا بكم ويوم جديد من أيام الريمونتاد طبعا لسه ومزالت ولسه مكملين في المجازر القوات الصهيونية بترتكبها ضد أهلنا وإخواتنا في فلسطين طبعا أكيد بنبدأ بواجب العزاء في شهدائنا وإخواتنا وبتستمر المهازل اللي بتحصل في قطاع غزة وسط طبعا يعني تعتيم إعلامي غربي متعمد على كل اللي بيحصل وتزييف طبعا لكل الحقائق علشان يبعثوا صورة للناس ويوصلوا للناس خصوصا في الجانب الغربي بأن كل دي حاجات عادية وحاجات متعرف عليها وإن ده حق أصيل للصهيونة واللي بيعملوه في إخواتنا بقابشع الحاجات اللي ممكن تتخيلها وبنشوفها من أسلحة تقيلة ومن دبابات ومن ضرب في مستشفيات وفي مباني مواطنين عاديين عزل من أي سلاح ضد جيش مصنف من أقوى الجيوش على مستوى العالم ومين يرضى بالكلام ده المجازر دي والتعتيم اللي بيحصل دوت ما عرفش في مصلحة مين وإزاي أنت مش عايز أي حد يتكلم ولا أي حد يساند وأي حد يساند بيطلبه بعقابه وإزاي أنه هو يتكلم وإزاي أنه هو يدعم فلسطين كانت حرة ومازالت حرة وستبقى حرة فلسطين أهلنا إخواتنا ربنا يعينهم على اللي بيحصل ربنا يعينهم على اللي بيحصل لأن اللي بيحصل ده هو الإرهاب بعينه اللي بيحصل في فلسطين وفي قطاع غزة هو الإرهاب بعينه حدش ممكن يتخيل أن في ناس عندها رحمة ولا عندها إنسانية تقبل إنها تضرب وتموت في أطفال وفي ستات وتضرب في مستشفيات والناس قاعدة عملة تموت والغريبة زي ما بقول لحضرتك صمت غريب صمت غربي غريب جدا ويريد صمت لا ده مش صمت ده دعم ده دعم ومساندة ربنا يعيننا جميعا وربنا يعينهم وإن شاء الله الموضوع ده حيخلص ولو ما خلص النهاردة حيخلص بكرة وزي ما بقول لحضرتك فلسطين كانت ومزالت وستبقى فلسطين الحرة وإن شاء الله ربنا حييجي اليوم اللي خلصنا من كل إرهابي من كل إرهابي ومن كل إرهابي مساعد ومساند ومن كل إرهابي صامت ربنا يعيننا جميعا إن شاء الله ونتخلص من هذا الكابوس الصهيوني اللي بقاله سنين طويلة سنين طويلة وكل شوية الموضوع بيتوحش زيادة كل مرة بيتوحش زيادة لا أخلاق ولا قلب ولا ضمير ولا إنسانية ولا رحمة ولا أي حاجة خالص ولا أي حاجة خالص وكلنا حنتكلم وكلنا حنفضل نتكلم في كل المجالات كلنا مش هنسكت على الظلم ده ولازم الناس يوصل لها الصورة الحقيقية ولازم كل الناس بره تعرف إن ده إرهاب وإن الناس دي إرهابيين أيوة اللي بيرتكب هناك في فلسطين ده قمة الإرهاب وحييجي اليوم إن شاء الله اللي حنخلص من الكابوس الصهيون دولت ونخلص منهم بإذن واحد أحد وربنا كبير بإذن الله طبعا يمكن النهاردة برضو الأحداث برضو يمكن الواحد الصحي برضو النهاردة يمكن على خبر من الأخبار طبعا الوحشة وهي طبعا وفاة نجم الكرة المصرية ونجم الكرة الإسماعيلوية الكابتن بشير عبدالصمد عن عمر طبعا ينهز لـ 57 سنة طبعا بعد صراع طويل مع المرض يمكن كبتن بشير عبدالصمد يعني واحد زي ما بقول لحضرتك من نجوم الكرة المصرية رجل لعب منتخب مصر رجل تقلق مع منتخب مصر تقلق مع النادي الإسماعيلي وكان أحد أساطير النادي الإسماعيلي واحد من الشخصيات يمكن اللي أنا اتعاملت معاها طبعا لفترة من الفترات في النادي الإسماعيلي واحد من اللعيبة الكبار اللي كان في الجيل العظيم اللي استقبلوني وأنا كنت طالع عيل صغير من نادي السكة الحديد رايح وسط جيل من الأساطير في النادي الإسماعيلي كان واحد منهم الكابتن بشير عبدالصمد احتضاني وكان من أقرب الشخصيات لقلبي وكان بيعملني معاملة الأخ الصغير يمكن كنا بنقعد مع بعض فترات طويلة ويعني كان برضو بره النهدي حتى كنا ساعات نخرج نقعد بره نكلم مع بعض فبجد فعلا كان واحد من الشخصيات المحترمة جدا يعني وكان بيتمتع طبعا بالأخلاق العالية وكان كل الناس بتحبه بتكلمه على أخلاقه قبل ما بيتكلمه على فنه وعلى لعبه دايما بنتكلم على البني آدم على شخصيته وعلى أدبه وأخلاقه قبل ما بنتكلم على الملعب كان واحد من اللي بيتميزه فعلا بالأخلاق العالية جدا غير أنه هو طبعا يمكن بنقول يعني أفاد النادي الإسماعيلي على مدر سنين طويلة كان لعب من اللعيبة الأساسية حقق إنجازات كبيرة للنادي الإسماعيلي لعب مع منتخب مصر وسجل كمان أهداف مع منتخب مصر واحد من الجيل الدهبي طبعا اللي شاركه مع النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري سنة تسعين واحد وتسعين وكان يمكن من أبرز اللعيبة اللي موجودة في الجيل ده إن لم يكن أبرزهم كذلك طبعا شارك في حصول النادي الإسماعيلي على بطولة كاس مصر موسم ستة وتسعين سبعة وتسعين في المباراة الشهيرة وهدف أحمد فكري الصغير في النادي الأهلي واحد من الناس اللي بيعتبر يعني إنه هو الهدف التاريخي رقم عشرة في تاريخ النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري بعد ما سجل أربعة واربعين هدف بقميص النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري يمكن هو مع النادي الإسماعيلي في مختلف البطولات سجل تلاتة وخمسين هدف ولكن في بطولة الدوري زي ما بقول حضرتك أربعة واربعين هدف وبيعتبر من الهدفين التاريخيين اللي موجودين في النادي الإسماعيلي طبعا كانت أهم بطولة الكابتن بشير عبدالصمد طبعا بطولة الدوري اللي جابها النادي الإسماعيلي موسم 1991 اللي هي كانت بطولة جابوها فعلا بالعرق الجيل الإسماعيلي الدهبي وكان بشير عبدالصمد واحد من الناس اللي فضل كبير جدا في إحراز هذه البطولة الغالية للنادي الإسماعيلي طبعا برضو كابتن بشير كان شارك مع منتخبنا الوطني في كاس أمم أفريقيا 94 ويمكن كان سجل هدفين في مرمى المنتخب الجابوني كذلك كابتن بشير عبدالصمد في موسم 93-94 فاز بلقب هداف بطولة الدوري الممتاز إنجازات كبيرة لكابتن بشير عبدالصمد طبعا يعني الله يرحمه وفي الجنة إن شاء الله طبعا ويلهم الأهل والأسرة الصبر والسلوان طيب هنطلع فاصل وبعد الفاصل نبتدي نتكلم على حاجات كتير ونتكلم على الكرة وعندنا أكيد كلام على بطولة السوبر الأفريقي اللي حتبدأ بكرة وضربة البداية النادي الأهلي مع سيمبا في تنزانيا كلام كتير هنتكلمه بعد الفاصل مع ضفنا الكابتن عماد النحاس نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق بعد الفاصل مع الكابتن عماد النحاس أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادة وطبعا دلوقتي معادي مع ضيفي واخويا الكبير كابتن عماد النحاس نجم منتخبنا الوطني والنادي الأهلي السابق وطبعا يعني اللي بتربطني به علاقة يعني وطيدة من الزمان يعني ودايما لوحد بيتكلم وبيقول في مجال الكورة يمكن ساعات ما بتطلعش بناس كتير ولكن يمكن عماد النحاس من أقرب الناس لسواء علاقة بيه في النادي الأهلي في النادي الإسماعيلي وفعلا يعني ونعمل أخو ببقى سعيد جدا أما ببقى متواجد معا سنين طويلة يمكن قاعدين في غرفة واحدة فبيشرفني أن يكون معايا النهاردة كابتن عماد منور الدنيا منور المنتدى وسعيد جدا وببقى فرحان وانت معايا بصراحة يعني وطبعا مش زي ساعدتي طبعا أكيد حبيبي عبد الله طبعا أعيش رت عمر عدا وقت كتير حسينة خلاص أن احنا جبيرنا شوية بس والله يا بركاته واحد يمكن في البداية يعني مالوش اللي هو يعني يعني النفس اللي هو يتكلم كتير أكيد والأجواء والظروف اللي احنا فيها واللي بيمر بيها الوطن العربي واللي بيمر بيها فلسطين وأخواتنا طبعا في فلسطين ندليهم كل التعازي والتضامن مع أهل فلسطين وكمان التضامن والوافة الأكبر طبعا مع رئيسنا طبعا رئيس الجمهورية سيد عفتاح السيسي طبعا ورئيس احنا معاك طبعا وفي ظهرك في كل القرارات وبندعمك في كل القرارات وكل التعازي طبعا لأهل فلسطين والأخواتنا طبعا في فلسطين وفي غزة طبعا الجزء الثاني بعز طبعا أسرة الكابتن مشير عبدالصامد بالنسبة لي يعني كانت يعني موقف صعب أنا لسه عارف طبعا منك دلواتي حالا واحد من الشخصيات المحترمة طبعا الكابتن بشير من شخصات الجميلة ولكن هو حاليا في دار الحق طبعا وإحنا ربنا عيننا اللي احنا فيه ربنا ارحمه يا رب طلب رحمته يصبر أهلونا أسأل الله طبعا لكل موتانا الصبر والسلواني حبيب بركاتة أنا بعتز بك طبعا وإنت أخويا وإحنا عشرة العمر عدنا فترة كبيرة مع بعض اللي عبوا في قضاء واحدة الحمد لله أننا ربنا يدوم علينا نعمة الإخوات جنينتك أنا شوية ولا والله إحنا مهما نتكلم مع الناس في كواليس خلاص يعني أنت كل شيء بتطلع تدي تصريح كده أو كلمة كده وتعرف الناس شخصيتنا أثناء الكورة كيتعمل ازاي بعد أخذ بالك أنا بقول لك أخويا كبيرة أنا ما بكبركش يعني هما كلهم يعني كلهم سبع تشهر يعني شهر اثنين وشهر تسعة مش بعيد عن بعض والله في بركاتي من أحسن فترات اللي واحد سبحان الله يعني عاشها في حياتي فترة الكورة وتحس أنها كانت أسهل فترة برضو التفكير فيها ما كانش كتير اللعب كان دايما هو اللي واخدك واللي مسيطر أكتر على تفكيرك وبعدين دخلنا في جزء الالتزام مع بيتك وأهلك وأولادك والالتزامات اللي أنت مطلوبة منك بعد كده وبعدين حست أنت داخل على المرحلة اللي أنت إزاي تفنش كل واحد فينا كان طريق الفينش بتاعته على حسب عماد بإصابة بركاتي لقد لما خلاص حاست أن أنا قديت كل اللي علي فأنا الحمد لله على كده أن أنا عايز أبطل وده طبيعة سلطة الحقيقة أن نسلم الأجيال اللي جاية بعد من ننا بس أخذ بالك برضو شخصيتك عماد يمكن قبل ما نهضنا أن نتكلم في السوبر الأفريقي وكده بس يعني هو كان من زمان يبان لأي حد أن أنت مثلا قسمتك الشخصية كانت بتقول أن أنت حتبقى مدرب يعني أنت لازم بعد ما تبطل تبقى مدرب وهتبقى مدرب قوي الشخصية وده لمسنا وشفناه في الفرق اللي أنت دربتها يعني دربت فرق يعني معظمها جماهيرية مرنت في التحاد سكنداري ومرنت طبعا ولايتين في المقاولين العرب مسكت طنطا مسكت الشرقية مسكت أسوان وكل الفرق دي كان لك بصمة فيها وكانت الناس متنبئة بالموضوع ده من وانت بتلعب لأن سمتك الشخصية كانت مودية كل الناس أنها تقول ده لازم يبقى مدرب والله طبعا ده بفضل ربي صحانه وتعالى يعني وانت عارف أن بعد الكورة يمكن الواحد ما كانش بيختار الأول ما كانش بيفكر أنه إزاي هيبطل يعني لما تجيه موضوع التبطيل فجأة بعد الإصابة فكان اختيار النادي الأهل أن أنت تكون في الكارير الإداري أكتر وأن أنت تستعد أن أنت تكون في الشق الإداري واشتغلت في الإداري خمس سنين أربع سنين في النادي الأهلي وست شهور أو أكتر من ست شهور مع كابتا حسامر بادري موديل كورة في النادي الماريك السوداني لما مشيت من النادي في 2014 كان بداية أن أنا أشوف الحياة فعلا اللي أنا أحبها إيه حلو طب والنقلة دي كانت سببها إيه يعني إيه 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 اللي جيه في دماغي ما دمنا حيث أنه كفاية بقى كده جو الإداري ده خلاص أنا لأ مش بتاعي أنا عايز أبقى مدرد وليه ما كانش من الأول الأول كان اختيار النادي وأن أنت كان الاختيار ما بين لو أنت قادر تلعب هتروح تكمل اللعب ما فيش مشكلة لو أنت واخد قرار أن أنت تبطل واستكفيت بكده من اللعب وتكون موجود معنا في النادي الأهلي فأنت مكانك موجود مساعد مدير الكورة في النادي الأهلي وكان في الوقت ده التخطيط أن أنا أكون مساعد لكابتن حسام البدري لما اعتذر تقريبا ميستر فينجادة كان هو اللي هيجي مدير فني موسم 2009-2010 وبعد لما عمل المؤتمر الصحفي مشي واعتذر قدم اعتذار بقى كابتن حسام البدري مدير فني للنادي الأهلي في الوقت ده جي كابتن هذه خشبة مدير كورة شوية التفكير وبركاته الوقت غير يعني أنا خلاص كنت الأول داخل أساعد الكابتن حسام وبعدين هتتعلم على حسب اللي تقلب الزبط على قد ما أنت هتتعلم أو هتعرف تتعلم بسرعة أنت اللي هكل القرار يعني سهل يعني بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث على حسب الخبرات اللي أنت تكتسبها في المكان ده أنا اشتغلتها سنة وحسيت برضو أن أنا نفسيا مش مظبوط مش في الإداري لأ أن أنت صعبان عليك أن أنت طريط التبطيل أن أنا بطلت وأنا مش هادر أن أنا أكمل تجدت إصابة في إصابة تانية أو مظبوط فاخترت أو كلمت مع كابتن هادي وهو اللي بلغ طبعا في الوقت ده لجنة الكورة كابتن حسام وكابت خطيب أن أنا عايزة أنزل أشتغل في قطاع الناشئين أنا خلاص بدل الترتيب أن أنا بقى إداري أنا عايزة أجيب الموضوع من السلم الأول أنزل بقى وتعلم أكتر تحت والمساحة تحت هيكون فيها شغلة أكتر بعد أربع شهور كابتن حسام البدري كلمني كده أنا خدت موسم في الدرجة الأولى أخد بالك تسعة عشر في الوقت اللي قلت لي فيه انت فينك في قط اللبس أنا بيتالي يا بركات وبيتالي يا كوت أنا كان نفسي تبقى موجود معادة لها تفقدت اللبس عشان أكمل ولا كده لا يعني بس عندك كواليس كتير لا فالحمد لله فصل ممكن نفكر وصلنا لمدير كورة اكتسبت الحمد لله فضل ربنا خبرات كويسة لما كان فيه رخصة للجزء الإداري ده أنا رح تخذت الرخصة سيل الإداري وبعدين طلعت مع كابتن حسام بعدين رجعت تاني طلبني تاني كابتن هادي رجعت مع كابتن زيزو مرة تانية المرة دي بقى نائب رئيس قطاع الناشئين يعني فيه جزء فني وجزء إداري كابتن زيزو ما عادش فترة كبيرة تقريبا شهر أو شهرين وقدم استقلته وبعدين جي كابتن محمد عامر كان مننا ثلاث سنين في قطاع الناشئين من أفضل ثلاث سنين اللي قطاع الناشئين في النادي الأهلي في الوقت ده أنا دخلت مننا بقى أنا كعماد اللي بحب التدريب دخلت الرخصة C تدريب ودخلت الرخصة B تدريب عشان أشوف نفسي أنا هادر أكمل أو لا لا النالة ما كانش مترتب لها في الأول أن أنت خلاص طول ما النادي بفكر أن أنت في الكارير الإداري أنا مكمل أنت ماكملتش الفترة كلها تقريبا في المريخ السوداني مع كابتن لا لا مشيت في نصف الموسيق مشيت في نصف الموسيق كان على اتصال دائم بي الله أرحمه بقى أو بقى كان الحاج تامر بونتو من أسوان صديق شخصي وبيحب النادي والفترة ده فترة دي أسوان غابت فترة كبيرة عن الدورة الممتاز أكتر من 19 سنين وكان كل فترة بيكلمني لنت متفكرش في التدريب أنت تيجي تمررنا ده بيتك ده نديك ده المكان اللي أنت بدأت فيه هتساعد ده أنا مكنش متخيل يعني مش في الدماغ لسه مش مستوعب أننا أننا مدرب مدرب فني مسؤول عن فرق مصبوط أنا مستقر في النادي ومش أقدر أن أنا طول ما أنا في النادي ما بفكرش أن أنا أطلع برى النادي لما حصل بعد الانتخابات في 2014 معظم الناس اللي في النادي لو ما كانش تسعين في المية من الناس اللي كانوا شغالين في النادي مشوا وتغيير يعني المهانس محمود طاهر دخل ماشي وماشي بركات اللي بنتمي للنادي الآهل هو جابع مادل اللي بنتمي للنادي الآهل الموضوع بالنسبة لي مكانش صعب الموضوع سهل وماشي عماد جيب بعد مننا كابتن عدد الطعيمة وكابتن نحمود صالح خلينا نقول لنا وجهات نازف ومشيت تكلمني تأمر بل ما لكش حج بقى خلاص انت كده خلاص احنا مستنيينك وخلاص بقى انت هتبقى الرجل الأول خلاص بقى انت تيجي تشتغل في النادي نقلة صعبة برده صعبنا من إداره هو الجزء الإداري ده خدمي خدمي الشغلي بات انت عارف يعني انت الأمور الإدارية مش كانتش سهلة انها تعدى عليك وبسرعة تقدر ما باش فيه مشاكل بينك وبين الجزء الإداري سواء في النادي أو لا لما روحت عادت مع الناس في أسوان وتكلمنا في جزء تفاصيل وحطينا الجهاز ودي كانت ميزة حزم عبدالله وزيز وإحمد كمال احنا الأربعة الاتنين المدربين ومدرب حراس المرمى احنا جيل واحد فدي برضو خدمتني أكتر ان أنا المجموعة الاصطفة اللي معايا من الجيل بتاعك في أسوان أيام اللعبة برضو حب الناس لك في أسوان في البلد أو في النادي واحترامهم ليك كواحد طلع من نادي أسوان وأنا هناك تسجيل تبراكات ناشئين فبيحسبوني دايما ان أنا من ولادي النادي فدي برضو فديتني أكتر برضو بخلاف أن أنت في الأساس طبعا أكيد أنت رجل صعيدي لكن مغاغة للأسوان أو المينيا الأسوان لا المشوار بعيدة مشوار دي كانت بداية الحمد لله فضل ربنا كانت كويسة جدا ما كنتش متوقع طبعا أنه جاء حتى لما استشارت كنت بستشير الناس اللي قريبة مني أن الموضوع كنت تحس أنه صعب في البداية أن أنت تبقى أنت رجل الأول أن أنت رشال المسئولية فكنت بميل أكتر للأمور الإدارية وأعد أتكلم أكتر مع الناس اللي معي في الأمور الفنية وتكتسب خبرات أكتر في الأمور الفنية اللي مطلوب منك صعود الدوري الممتاز الفرة ما سعدتش للدوري من عشر سنين لكن دايما كل سنة بتوصل لدورة التراي فلما كنت بستشير أصحابي وأصدقائي والكابتن محمد عمر اللي كان اللي موجود معي في النادي الأهلي آخر ثلاث سنين وهو اللي خلاني بدأت مع فرقة الخمسة وتسعين مدرب ممكن شتغلت معهم ثلاثة أربعة شهور دي اللي أنا حسيت فيه أن أنا ممكن أكتر أشتغل أشتغل في التدريب طبعا التوفيق وعدم التوفيق والنجاح وأن أنت تكمل في المجال أو أنت حابب المجال فده موضوع طبعا أكيد هنتكلم فيه تاني مع حطة في الحزبان برضو أحمد أن دايما يعني نادي أصوان يعني برضو من الأندية اللي هي دايما بيبقى عندها مشاكل مادية وانت عارف أنت ده موضوع الصعود أو كده برضو بيبقى محتاج فلوس ومحتاج صرف ومحتاج لده دايما بيعاني منه أصلا أكيد بزلنا فيه برضو ده مجهود بصراحة يعني أنا من جنبه والناس رجال الأعمال في السنة أنا كنت محظوظ برضو هناك في سنة المحافظ مصطفى بيوسري محافظ أصوان في الوقت ده ما كانش بيسيبني خالص داعم طول الوقت معاك في كل المطشوات بيبقى متواجد معاك في النادي بيشجع الفرقة بشكل مش طبيعي رجال الأعمال اللي كانوا موجودين الحج ركابي والحج أحمد من الكويت من رجال أعمال من أصوان عايش في الكويت والحجة طبعا هول برضو اسم الحج عبير من ناس من سيدات الأعمال من أصوان وتحب النادي الناس دي دعمت فترة دي كانوا ملتفين حوالين فريق أصوان بقى لوجود عماد هم حبين النادي الله أعلم هي المركب سبحان الله مشت وصلنا لدورة الترايب بالنسبة لي ده كان أول إنجاز أول سنة وتوصل بالفريق لأن برضو أصوان يا بركات في مجموعة الصعيد هو الأقوى بغض نظر المشاكل المالية لأن المشاكل المالية في مجموعة الصعيد على كله على كله كانت المشاكل تطلع الترايق وتواجه فرق في مجموعة أنت تصعد في الوقت كان معنا فرقة محترمة جدا طبعا النادي المينيا كان لسه نازل من الدور الممتاز البنسويف والتليفونات كان لسه نازل هو المينيا لتنين ناس دين من الدور الممتاز والوسطى كان عامل الموسم ده والعنين شحات كان عامل الموسم كويس جدا وأصوان والألمونيوم ودايما الألمونيوم ند قوي طبعا في المجموعة لحد دلوقتي وسهاج يعني إحنا كنا مجموعة إحنا باللعب الجنوب بلعب الشمال إحنا مجموعة الجنوب الأصوان الألمونيوم سهاج مجموعة الشمال الصعيد المينيا التليفونات الوسطى الست فرق بفضل ربنا إحنا لصعدنا أول أول الناس من هبل المباراة الأخيرة كمان تعديلنا مباراة كسبنا أربع مباراة وبال النتائج ساعدتنا وصعدنا للدور والحمد لله في الوقت الحالي أصوان يعني في الدور المنتز سنتين ينزل السنة ويطلع تاني لا تأخر أكثر شيء يتأخر موسمين تريما كان خلش فترة العشر سنين الله يكون فعنهم طبعا الموسم ده أصعب الموسم بعد تغيير النظام دور المختلفين الموسم دور المحترفين أبركات هو زي الدور الممتاز فيه نفس المصاريف هتروح اسكندرية وتروح السويس هتنزل مشهور كتير برضو محتاج لطيران ومحتاج فلوس ومحتاج لإمكانيات والنادي الدعم المادي هناك أكيد وليل طيب طبعا احنا طبعا عارفين طبعا الجمهور الكرة المصري خصوصا طبعا جمهور النادي الأهلي بيترقب بكرة ضربة البداية في بطولة السوبر الأفريقي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الأفريقي اللي بيشترك طبعا فيه يمكن أندية النهبة يعني النادي الأهلي التراجي اللودات سانداونز انييمبا مازينبي سيمبا بيترو أتليتكو أفضل ثمن أندية في القارة وأكيد جمهور النادي الأهلي بينتظر ضربة البداية بكرة وبينتظر تتويج النادي الأهلي بأول بطولة لبطولة السوبر الأفريقي أكيد كلام كتير مع الكابتن عماد النحاس عن مباراة بكرة وتفكير كولر وخطط كولر ولكن بعد الفصل مباراة 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 النحاس النحاس أي بطولة يشارك فيها النادي الأهلي وضع الطبيعي أنه داخل علشان ينافس عليها بالشكل الفني الذي ظهر عليه الأهلي مع كولر من السنة التي فاتت الوضع مريح طبعا الوضع في الملعب مختلف ولكن إذا كنا نرى ما بين السطور لا النادي الأهلي نقول الوضع الطبيعي أنه أي بطولة يخش فيها هو المرشح المباراة في حد ذاتها صعبية ولكن أنت تتكلم في بطولة مستحدثة في خلال تقريبا ثلاثة أسابيع من يوم عشرين اللي هو بكرة إن شاء الله عشرة ليوم حداشر حداشر البطولة دي بتخلص البطولة بتضم الثامن فرق في الترتيب الأفريق والثامن فرق الأوائل تمانية مرشحين للبطولة هتلعب عشان تاخد البطولة يعتبر ست مباريات اللي هو الثلاث أدوار زهاب وعودة وزهاب وعودة زهاب وعودة اللي هو النهاية إجمال الفلوس أو المكاسب المادية للفرق الأربعة اللي هيوصلوا أول وثاني وثالث ورابع أربعة مليون دولار ثلاثة مليون دولار اثنين سبعمائة واحد سبعمائة ومليون دولار برضو الجوائز مغرية في وقت صغيرة بخلاف الجوائز فالنادي الأهلي كأول نسخة أول بطولة هو الفايز آخر بطولة دوري أبطال أكيد هو المرشح الأول أو وصول إن شاء الله للنهاي وإن شاء الله يفوز بالبطولة أنا أقول لك ليه برضو المباراة بتاعة سيمبا دي مباراة صعبة خاصة في سيمبا خاصة في تنزانيا وأعتقد أنت في سيمبا وفي تنزانيا أنت أكتر واحد عارف الأجواء يعني كنا بنتكلم قبل قبل ما نطلع سألني اللي هون على وأنت حصل لك في تنزانيا لطوله إسأل بركاته ويحكي لك أنا حصل لجولي كان موجود معك ولطوله كان موجود معي وفي قضاء واحدة برضو إحنا في سيمبا إحنا كسبنا هنا 2-0 نادي إسماعيلي في 2001 وروحنا هناك في المباراة اللي تلعبت وبعدين اتعادت بعد المطر وتعادت تاني في جو حر زي بكرة تقريبا الرطوبة برضو هتبع عالية واضربت بعد المباراة دي الله أعلم كانت سكينة كانت رابة إزازة رابة إزازة رابة إزازة رابة إزازة رابة إزازة رابنا سلم بعدها رحنا المستشفى عملت غرز وعشرين غرزة ما بين داخل وما بين خارج وحدوتة وفيلم عشته طبعا وبركات ما سألش عليها جماعنا أقول لك بس إيه راجل حرم أنا أعليك جدا المباراة صعبة لأن النادي الأهلي لعب هناك بركات ثلاث مرات مرتين في الأوانة الأخيرة 18-19 سنة 18-19 و20-21 وخسر في المباراة خسر 1-0 مباراة ديما كمان للنادي الأهلي في 85 في أبطال الكؤوس النادي الأهلي كسب هنا 2-0 وخسر هناك 2-1 بس طريبا النادي الأهلي بدأ هناك خسارة 2-1 ورجع النادي الأهلي كسب هنا 2-0 خذ بالك بعد تطور الكرة والأندية في تنزانيا سنبا على مدار السنين الكام سنة اللي فياته حتى ينجا أفريكانز فيه تطور كبير في الكرة للتنزانيا جدا ومنها أرطة سولارة الجهوتي لعبت ضده من سنتين مع نادي المولين كسبنا مجموعة المباراتين 10-1 النادي الزمالك بيخرجوا من دور 32 بصعوبة جدا فلق الكرة الأفريقية في تحسن كبير جدا نخد بالك هم حتى في سنبا هم متفائلين جدا ومتحمسين لأنه عارف لأنه نخد بالك سنبا من أقوى الأندية إداريا في القرى الأفريقية وكان لهم جهد مبزول واضح جدا فإن بطولة الدورة الأفريقي تتم وتتعمل مظبوط وده من الحياة التي ممكن تصعب الأمور على النادي الأهلي الحماس اللي موجود هناك الروح العلعب حيبقى مقفول وجمهور كتير وكمان عنده الحافظ أنه كلما بلعب النادي الأهلي بيكسب يعني لما لعب مطشين هناك بيكسب ممكن في موسم 2021 نادي الأهلي في دول المجموعات فاز هنا خمسة واحد وراح هناك برضو خسر خسر واحد صفر برضو الجمهور وخد بالك ملاعب من أكبر الملاعب اللي موجود ده في أفريق يعني أنت بكلم في ستين ألف وكانت تجربة لعيب محترف ميكسيوني وكان عمل مباراة كبيرة أو مباراةين يذهبوا لعاوضة ضد النادي الأهلي بنان على النادي الأهلي في الفترة كان فيها موسيوماني هو اللي جاب نجون ميكسيوني مطشاتهم مع النادي الأهلي فيها ندية ذات كمان الحافظ المادي اللي احنا لسه بتكلم عليه برضو مد كوى المباراة كل الأندية قصلا بتلعب مع النادي الأهلي ودي بانت حتى من تصرحات المدرب كلر لا كلر هو بيتكلم بيقولك أن أي حد بيلعب النادي الأهلي بيبذل مجهود مضاعف دي حقيقة فعلا مظبوط وسواء في الدوري أو في دوري أبطال أو في أو السوبر للأفريكي أو الدوري الأفريكي وده ده الحال في النادي الأهلي يعني أنت لازم كل الفترة أنت دايما البطل أو اللي أنت دايما اللي بتنافس فطبيع أن الناس كلها تبقى مركزة معاكم ومركز أن هو إزاي يخرجك بره البطولة على ذكر تصريحات كلر عمدا كده برضو ناخد سريعا أبرز التصريحات والنهاردة في المؤتمر الصحفي بيقول نحن سعداء بالتواجد في تنزانيا سنخوض مباراة صعبة وكما تعلمون كل فريق رفز الجهد مضاعفا أمام الأهلي وده وتتكلام طبعا اللي احنا كنا لسه نتكلم فيه مع الكابتن عماد دلوقتي سنكون في قمة التركيز أمام سيمبا وهدفنا تحقيق الفوز مثلما هو معتاد في أي بطولة ياخدها النادي الأهلي الأهلي لم يفز على ملعب سيمبا يعني بتسئل أن الأهلي ما بيفز على ملعب سيمبا بيقول ما حدث في الماضي لا يمكن تغييره ولكن أنا سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد الدور الأفريقي من الممكن أن تسام في تطوير اللعبة في القرى الصمراء بل وتجزب البعض في أوروبا للعمل والبقاء في أفريقيا وأتمنى التطور للكرى الأفريقية الحقيقة أن موعد المباراة ليس مثاليا سنلعب بعد ساعات من نهاية فترة التوقف الدولي والأهلي يملك 11 لعبا كانوا خارق قائمته في هذا التوقف فهو أمر صعب للغاية أعتقد عمدة من خلال التصريحات دهية يمكن من الحاجات المهمة اللي قالها حتة أنه الوقت شايف أنه مش مناسب لأنها جاية بعد نهاية التوقف الدولي على طول بـ 48 ساعة وأنه عنده بيقول 11 لعيب وشفنا أبرز الغيابات علي معلول اللي هو ما قدرش أنه هو يوصل لأن رحلته اتأخرت من توكيو لدبي ساعة وبالتالي ما الحقش المدرحلة اللي حتطلعه على تنزانيا وبالتالي الراجل وصل هنا وابتدى يشتغل ويعد نفسه في الجيم لحد عودة البحثة فأعتقد ده موضوع يشغل بال المدرحلة خلينه لك أبراكاتي أنه عندك لسه درس قريب في نفس الاحتكاك الأفريقي ده أو المهمة دي زي السوبر الأفريقي اتحاد العاصم بس الفعل أنه أنت النهاردة أجهز الأول كانت فترة الإعداد وانت شغل بعد المعسكر النمسا ورجعت الهنا الفرة اتوزعك ما بين منتخب أول ما بين المنتخب الأولمبي المجموعة جاءت لك أبل المباراة برضو بقال من 48 ساعة أو 48 ساعة والصفر للسعودية الأداء ما كانش اللي هو لكن هنا كنت أقول أنه كان ممكن يبقى فيه أعزار لسه فترة الإعداد المباراة الودية مش زال المباراة الرسمية اتحاد العاصمة ممكن كان استعداده أكثر منك وأفضل لما تكون طالع من فترة الإعداد تحاد العاصمة كان بادي من أول شهر 8 مزموط ما بتوصلش بركات اللعيبة للطوب فورمو بتاعه أنت اللعيب أنت بتمشي معاها تدرجين خاصة النادي قلب في الوقت خاد راحة كويسة جدا عشان عارف أن الموسم ده صعب لكن أنت قلت حياة مهمة برضو ونحن بكلم من شوية أن حالة النادي الأهلي حاليا هي أفضل حتى لو غياب اللعيبة وطمن على اللعيبة أو النادي الأهلي طمن على اللعيبة من خلال منتخب مصر والأداء القوي ضد الجزائر ضد الجزائر تأخير علي معلول أظن أن ظروف الطيران والمشوار من اليابان والإمارات عشان تطلع من الإمارات تروح أفريكيا واللفة الكبيرة دي كان برضو صعب تاويت المباراة برضو كان صعب أن أنت تلحى تبقى موجود دي برضو من الحياة اللي كانت صعبة وأكيد كان نادي الأهلي برضو عمل حساباته خالد عفتاح موجود كريمة دبيس موجود كوكا برضو من الناس اللي لعبت آه ممكن يلعب في الجنب الشمال كل دي أمور يعني ممكن كولر بكرة أو مصر كولر بكرة يحاول أن هو هيحل الأمور دي فنيا اللعبة أجهز التشكيل هيرجع لهو برضو يعني ومش هيروح مش هتلاقي تغييرات مش هيبعد يعني هو مش هيبعد هنتكلم في التشكيل بس إزاي ما خدنا تصريحات كولر برضو ريتي أسر تعرض لنا برضو أوليفيرا المدير الفني البرازيلي لفريق سيمبا وكلامه عن المباراة قال سنواجه الأهلي في اللقاء الافتتاحي بثلاثة عناصر حيوية الثقة الشخصية الموهبة ولا يمكن أن يوجد أحدها بدون الآخر لبعده أنا راضي عما وصلنا إليه كنادي لقد لعبنا الموسم الماضي بشكل جيد وقدمنا أداءا جيدا ومن المهم أن نكرر نفس الشيء في هذه المسابقة الأهلي فريق جيد ويتمتع بخبرة كبيرة في اللعبة في دوري أبطال أفريقيا سيمبا أيضا نادي كبير وهو الآن صاحب التصنيف السابع في أفريقيا نريد أن تحضر جماهيرنا وهذا مهم بالنسبة لنا أنا أؤمن بقدراتنا واستراتيجياتنا في المباراة وستكون ميزة كبيرة بالنسبة لنا أن نلعب بـ 12 لعبا مع وجود جماهير الفوز على الأهلي في المباراتين السابقتين بتنزانيا برضو بيتسئل نفس السؤال أعماد بيقول لا يمكنك التحدث كثيرا عن نتيجة في الماضي بالنسبة لي في كرة القدم كل شيء ممكن وعليك احترام الخصم الخصم طب أنا وراجل يتكلم برضو يعني بصفة عامة أنه هو الراجل مش مضغوط بغض النظر هو مضغوط مش مضغوط قالك الكرة للاستمتاع أنا راجل لعبت في استاد مراكانا وكمل يان على آخره وأنا بالنسبة لي الحاجات دي كرة القدم للاستمتاع ويرفع أكتر الضغوط عن لعبتها ومش قول بيصدر لك أنت الضغوط لأن النادي الأهلي أكيد في كل الظروف لذا كده متعود لكن هو بيحفز لعبته أكتر وبيفكر لعبته أنه قدرته أنه تفوز على النادي الأهلي بطل أفريقيا لا مرتين ومش من بعيد لا ده 20-21 و18-19 موسم 18-19 و20-21 هو بقول ماشي اللي في الماضي ده في الماضي لكن هو بقول أنا هكرر أنا كمان بستعين بالجمهور أنا مش هلعب 11 لأني هلعب زيادة واحدة أنا هلعب 12 أنا معك جمهور يقدر لكن برضو النادي الأهلي ولعبته متعودة على الضغوط وما فيش حد فيهم صغير يعني كل الظروف دي عدى بيه هو جمهور أكتر من كده بكتير خاصة جمهور النادي الأهلي مش هل أنه جمهور أي فريم منافس طيب إحنا كل دلوقتي قبل ما نستعرض تصريحات أعمال كنا بنتكلم أنت في حتة غياب علي معلول وقلت خلد عفتاح موجود وكوكا موجود وكريم الدبيس موجود أنت من وجهة نظرك شايف أنهي الأنسب لنادي الأهلي مين اللعيب اللي هو هيكون مناسب أنه نعوض علي معلول من الثلاثة لو اللعب وحد رجليه في الملعب كوكا لو خبرات خالد عفتاح على حسب حالته خالد من آخر تقريبا مباراود دي في فترة الاعداد ومصاب كريم الدبيس شارك على فترات صغيرة وخالد حتى في نهاية الموسم اللي فات قدام مصري كان ما حصل له كسر التزجوة برضو قاعد فترة كبيرة فأكيد الراجل دلوقتي هو خلاص يعني اللي هيلعب خلاص هو بالنسبة له على الورق محطوط يعني بكرة مش هنتفاجئ لو كان موجود كوكا في المكان ده بالنسبة لي مش هتبقى مفاجئ ولو خالد برضو نفس الكلام ولو قدت أكيد السيقة اللي كريم الدبيسه مش خايف عليه كمدرب انت شايفه في التمارين واستعداده ولو هتحط في الضغوط دي هيدر يبقى موجود بكرة للتلاتة الرطوبة العالية دي مش كل اللعيبة اللي ما لعبتش في أفريقيا تعرف تتعامل معها يعني انت برضو احنا يعني شوفنا كتير في مدشاط أفريقيا في تنزانيا في جنوب أفريقيا في أسيوبيا في مرتفعات لا محتاجة برضو اللعيب اللي عنده خبرات أكتر النفس بيبقى صعب النفس اه طبعا وده باك يعني ممكن المشوار العودة ان انت ترجع مرة تانية بيبقى الأمور صعبة لكن التلاتة انا شاف ان هما كفاءات ان اي حد فيهم ان شاء الله يبقى موجود يقدر يخدم هل ممكن يفاجئنا بكرة في التشكيل كولر مثلا في أماكن معينة ولا تا الدنيا يعني معروفة بشكل كبير جدا مثلا شلناوي خلاص حاجز في مكانه محمد هاني برضو نفس الكلام في الجنب اليمين عبد المنع مياسر هم الاتنين كانوا لسه موجودين في مباراة الجزائر قلت بالك عبد منعم برضو يعني يمكن الأمور بالنسبة له لسه مش متهضحة قوي لان كان عنده طوارم برضو في رجله بعد المباراة الأخيرة فلسه الأمور مش متهضحة ومش متهضحة لكن حتى رامي جاهز وموجود بعد موضوع الراجل لأخره شوية لفرجلو لكن هو جاهز وكويس يعني موجود عبد منعم اكيد مهم جدا لنادي لأي خصوصا في الحالة اللي فيها عشان تحسش يا بركاته إن فيه لعيبة كتير في الخط غايبة أو يجيب عنك اتنين مهمين يعني منعم علي كتير لكن لو غاب علي وحد موجود لا التلاتة دول بيلعبوا مع بعض من فترة كبيرة منعم وياسر وهاني في نص الملعب كوكا قدم مباراة الإسماعيل بشكل كويس جدا بنان عليها لما تعور إمام ومراحش المنتخب هو كان البديل اللي موجود في المنتخب لكن مران عطيها من لعيبة المهمين اللي قدم موسم الموسم اللي فات موسم محترم جدا من أول ما يجي في شهر يناير برضو إضافة قوية نص الملعب النادي الأهلي قاله ديانجي نفس الكلام إمام عشور أفشة أيهم أقرب بلو إمام عشور سليمه 100% أظن أن هو عشان الواجبات الهجومية أكتر وشغل على الجون أكتر أفشة برضو من الناس اللي يحتفظ لك بالكورة أكتر على حسب برضو تفكير مستر كولر في المباراة لكن ده يخليك بركاته تروح لدكة قوية جدا التلاتة اللي فوقه خلاص مودست مش موجود رأي لو كورونا أو نازلت برد أو لو حتى مثلا بالنسبة لجزء فني الله أعلم وطبعا المعلن إنه هو طبعا نازلت برد أو كورونا طبعا بنتمنى له الشفاء إن شاء الله ويبقى جاهز في أهرب وقت لكن كهرباء خلاص إن شاء الله يبقى موجود في المكان ده برضو ده موجود مع صلاح محسن لكن كهرباء هو في الفترة الأخيرة مع بير ستاو مع أحسين الشحات أنسب ثلاثة ولعبوا فترة كبيرة السنة اللي فاتت مع بعض وفي جزء كبير من التفاهم للثلاثة في الجزء الأماني هل تقلق ريدا سليم في الفترة الأولانية اللي ابن عنادي الأهلي ممكن يفاجئنا كلر إنه هو يبدأ به ولا حالة التقلق اللي في أحسين وبر ستاو دي حتى صعب إنه هو يبدأ مبارزة كده في البداية بصة بركاته هو الراجل عامل ميزة كويسة جدا عنصر المنافسة دي مخليها كل العيب بيطلع أقصى حاجة عنده يعني حسين الشحات بيطلع أقصى حاجة عنده لو رده هو اللي موجود هيطلع أقصى حاجة عنده نفس الكلام لما طاهر نزل في مبارات الإسماعيل بيحاول يطلع أقصى مجهود يعني كل واحد فيه مع حبيب يبقى في التشكيلة الأساسية اللي مش موجود فهو عنصر بالنسبة لك قوي على الدكة انت مش تباشاء الهم في التبديل مين طلع مين نازل يعني مش هتحس ان فيه اختلاف كبير فتقدر تحافظ بيه كمدرب على الرتم اللي انت عايزه جوال ملعب تقدر تحافظ بيه على النتيجة اللي انت عايزه جوال ملعب سواء كانت نتيجة إيجابية او نتيجة لقدر لا تكون مثلا سلبية معاك ناس تقدر تغير لك النتيجة من سلبي لإيجابة او تحافظ لك على الإيجابة او تزود للإيجابية اللي موجودة جوال ملعب سواء كانت هجومية او دفعية هل كلر ممكن يبقى متحفز بكرة بعض الشيء اماد مثلا فرقة مستوها متطور فرقة كويسة بتلعب قدام جمهور هل مثلا ممكن يأخر نفسه في المساحات ويخلي الماتش شغال وياخد في الآخر من الماتش اللي هو عايزه مثلا لو ادر مثلا بواحدة مرتدة ان هو يخلص الماتش قدر تلعب تعادل كويس ولا هتلاقي مثلا ليه تطلعات من بداية المباراة وحتلاقي فيه شكل هجومي اللي من خلاله ان هو يحسم التأهل من المباراة الأولى أرزينا بركاته حاليا هو عنده خبرات في اللعبة في أفريقيا حكس الموسم الأول كل التحية لكل مشاهدي برنامج الرمونتادة على شاشة قناة المحور في كل مكان وجولة جديدة ولقاء جديد من لقاءتنا في الرمونتادة مع مرشح انتخابات نادي أزة مالك وفي هذا اللقاء بسعدنا نكون معنا أستاذ محمد طاري المرشح على عضوية مجلس إدارة فوق السن ضمن قيمة كابتن حسين لبيت برحب بيك في الرمونتادة أهلا بك محمد وأهلا بكل أستاذ مشاهدين إن شاء الله يبقى نقول حاجة كويسة للنائس إن شاء الله في البداية عايزك تكلمني عن يعني الملفات اللي أنت مسؤول عنها في قيمة كابتن حسين لبيت وفي البداية بس إحنا كقيمة الشغلنا الأساسي بقى فيه عمل مؤسسي موجود إحنا عندنا كابتن حسين مقسم الملفات للستاشر ملف متقسمين على الاثناشر فرد في المجموعة فمحمد بالنسبة له واخد تركيز أكبر على الملف الاجتماعي بقى إزاي فيه خدمة مميزة تريبي أعضاء الجماعي العمومية بنادي الزمالك والتيب إسم نادي الزمالك ده جزء مهم جدا ومركزين عليه بشكل قوي عندنا الجزء بتاع ملف اقطاعات الناشئين في الألعاب الأربع الألعاب الجماعية برضو لنا فيه تركيز كبير إن شاء الله يبقى فيه زي تغير الفكر وتغير العقلية للناشئ الزمالكاوي يبقى فيه مساحة يبقى فيه تطوير للاقطاعات بشكل كبير بقى فيه مساحة أنهم يخدموا على الفرق الكبيرة بشكل أكبر إن شاء الله وفيه النهاردة هدف كبير بالنسبة لنا برضو في ملف الألعاب الشهيدة برضو كابتن حسين كان ليه دور في مجلس القوم للرياضة وتأهيل البطل اللومبي فإحنا عندنا هدف إزاي نادي الزمالك يخدم على المنتخبات الوطنية إن شاء الله ويبقى لنا دور إن بقى فيه مساحة للعابة اللومبية بقى فيه أبطال من نادي الزمالك بتمثل مصر إن شاء الله وترتحصل على المداليات ده برضو من ملفات اللي محمد ليه دور فيها إن شاء الله وعندين ملف الجمهور بقى فيه عندنا برضو هدف إن بقى فيه لجنة بتمثل جمهور نادي الزمالك فإن شاء الله يكون لها دور فيها مع القادة بتاع جمهور نادي الزمالك يبقى فيه شكل على طول وفيه احترام للضوابط وانضباط للأسل الدولة المصرية حطها وفيه مساعدة للمساعدة الجمهور الزمالك يبقى فيه ظهور ليون في كل مكان بشكل محترم إن شاء الله كلمني عن الأفكار الخاصة بيك اللي تقدر تقدمها خلال الفترة القادمة لنادي الزمالك يعني أنا في الملف الاجتماعي عندي كذا هدف احنا ملقسمين كمحمد مقسم الملفات بشكل دجان بشوف أن النهاردة الناس الرواد لازم يتقدم لهم خدمة محترمة النهاردة بخاصة أنهم عاشوا عمرهم كله في نادي الزمالك فالطبيعي يبقى ليهم مساحة في خدمات أكبر وانا عشان مرضو عايش وسط الناس في النادي من هنا صغير وزي ما بتقال محمد بن النادي ومتربي جوا النادي من طفولته فعرف أغلب المشاكل الموجودة في النادي وقايمة النهاردة كنا عطول بنا تشاور في الأعادات قبل ما نقدم الأوراق من فترة مش قليلة فعرفين كمان إيه الحلول للمشاكل الأعادات الجمالة وما يحتاجين فشايف مثلا أن إحنا عندنا مساحة فيه ناس كتير من الرواد بتاعنادي الزمالك عايشين النهاردة لوحدهم مش عايشين يعني يبقى عايشين بشكل فردي شوية ففيه مساحة أن إحنا في فرع أكتوبر بإذن الله يبقى فيه زي مبنى صغير كده بشكل محترم يليه بميتهم يبقى فيه خدمة فندقية ليهم يبقى قادرين النهاردة يتجمعوا مع بعض ويعيشوا ويتقدم لهم خدمة كويسة يبقى فيه الناس بتخدم عليهم بشكل كويس بوجبات محترمة ليهم تبقى في النادي موجودة ليهم وبقى فيه أنشطة تساعدهم النهاردة أن يعيشوا حياة كويسة جوالنادي ويحسوا فعلا النادي بيقدر الحياة الكبيرة والمدة الزمانية الكبيرة اللي عشوها جوالنادي بشوف أنهم عندهم مشاكل كتيرة في التيكت الناس لما بيبين معهم ناس زائرين من خارج النادي فبشوف أن الطبيعي يبقى ليهم على أقل الناس اللي فوق الستين سنة يبقى ليهم تيكت بياخدوها بما معهم ضيف أو حاجة يدخل معهم جوالنادي يبقى ما يحسش أنه لازم يقف قدام البوابة ويبقى فيها موقف شكل إحراج ليهم أنا عندي حلم أكبر مع الشباب بتوع النادي وأطفال النادي إزاي نادي الزمالك بقى له فترة كبيرة ما بيخرجش كوادر وما بيساعدش أولاده النهاردة أن هما يبقوا موجودين وبقاليهم تواجد قوي أنت عندك ما شاء الله مشاكل من 24 لعبة باتحاداتها لازم نادي الزمالك يبقى ليه دور فعالجه والاتحادات التي تشارك فيها في علعاب طبعا أكبر دور للشباب النهاردة إزاي تساعدهم من نشأهم الصغير إنهما لو فيه طاقة سلبية موجودة إزاي تحول لطاقة أعجابية تخدم عليهم جوى النادي وتخدم على النادي نفسه وتساعد نادي الزمالك ويبقى فيه برضو رسالة أنت بتساعد بها الأهل في البيت إن نادي الزمالك بيساعد الأولاد الصغيرين من صغرهم إنهما يبقى عندهم فكر متطور ويبقى عندهم أهداف النهاردة واتمحات ده دورنا لازم نادي الزمالك يكون ليه دور كوي وأنا شايف أن ده حلم عندي كبير لازم أساعد فيه نادي الزمالك يمكن أنت في القائمة ليك بعض الملفات الخاصة زي ما أنت ذكرت وقلت أنا مسؤول عن كذا وكذا وكذا ولكن أكيد برضو ليك رأي في بعض الملفات الأخرى كمجلس إدارة بيجتمع وبياخد رأي الأغلبية فيه مشكلة قيد وفيه أزمة مالية عشان نحل مشكلة القيد لازم الأزمة المالية تتحل زي نحل المشكلتين دول طيب أنا على طول في أغلب كلامي بشوف أن النادي الزمالك عشان كل مشاكله يتحل محتاج استقرار الاستقرار النهاردة لما ترجع كده لأغلب الفترات لنادي الزمالك كان متوفر فيها حتى لو جزء قليل من استقرار فبتشوف النادي الزمالك بيبقى محتكر كل البطولات في الألعاب الجماعية وحتى في الألعاب الفردية لو رجعنا شوية للورا التاريخ من بداية الألفية لحد نهاية 2004 كان النادي الزمالك كان فيه استقرار كويس موجود فكان فيه بطولات موجودة في كل الأنشطة وكان فيه النهاردة خدمة اجتماعية ومعيزة بتقدم الأهضاء الجماعية العومية فوفر استقرار لنادي الزمالك وده موجود الحمد لله في القائمة الموحدة في تناغب موجود منهم وهارمني موجود ما بين المجموعة فده يساعد باسم الزمالك النهاردة يبقى فيه اسم الزمالك يساعد انه يبقى فيه موارد مالية كبيرة تتدخل نادي الزمالك انت كل الناس بتنطق النادي الزمالك الفترات اللي فاتة مفيش سبونسورات موجودة على تي شرتز والشورت ده فعلا مش موجود ومش موجود حتى في ملاعب الناشئين ومش موجود في ملاعب الفريل الأول ومش موجود في السلطة المغطاة بتاعت نادي الزمالك طبيعي النهاردة لما يبقى فيه استقرار كل الناس هتتمنى تبقى موجودة في نادي الزمالك ده من أهم الموارد النهاردة نادي الزمالك محتاجة الفترة اللي جاية وده ملف مهم موجود احنا برضو كابتن حسين كام مركز نبقى فيه لجان موجودة عندنا لجنة لجنة إن شاء الله كون متأسسة اسمها لجنة السمار بكيادة أستاذ محمد التريبي اللي بوجه له تحية كبيرة وبكيادة أستاذ هاني بيرزي وكيادة أستاذ عمر الأدهم أسامي محترمة جدا عندهم المساحة أن هم يرجعوا نادي الزمالك للإيميل المفروض كلنا كنا طول عمرها بنشوفها نادي الزمالك للعمر اسمه نادي الصفو فطبيعي نادي الزمالك للفترة الجاية في وجود الاستقرار في وجود القائمة الموحدة إن شاء الله هتلاقي أغلب الأزمات الموجودة المالية وإن شاء الله تبقى كل الأزمات المالية تبقى محلولة إن شاء الله وأزمة القيد إن شاء الله عن قريب هتكون محلولة بإذن الله سيد محمد يعني عايز أخذ رأيك أو وجهة نظرك شايفي التعامل الأنسب مع أزمة محمود كهرب التعامل الأنسب هو فيه شكل قانوني متاخذ نادي الزمالك مش مفاشك ومتساهل في حوه نحن طبيعيا بنتابع الإجراءات القانونية وإن شاء الله عن قريبة يكون الأزمة محلولة ويكون الفلوس موجودة في نادي الزمالك إن شاء الله من غير أي شكل تسهيلات نادي الزمالك ليحقوق ونادي الزمالك يعني لعب ضر نادي الزمالك في فترة من الفترات وما فيش حد عنده المساحة أو الكدرة أن يتساهل في أزمة الكهرب موافع التأسير؟ لا طبعا لا طبعا أنا أصط ليه وأنا ليه من حقيقة أخذ فلوس كامل على بعض كفاية الضرر اللي عاد عليها في الفترات اللي فاتت بسبب الأزمة دي يمكن القطاع الكرة دايما بيبقالين زينية كبيرة جدا زينية كبيرة حرفيا انت شايف إن في خطة موضوعة أو إيه خطة القايمة الموحدة لتطوير القطاع القطاع الكرة بشكل كامل بصونا زي ما قلت لك إحنا مقسمين الملفات للقايمة كلها ففي النهاردة مشروع شركة الكرة ما شاء الله بشمهندس هاني بيرزي واستاذ عمر أدهم شغالين فيه بشكل قوي جدا وعارفين النهاردة إزاي يبقى فيه مداخل محترمة من ملف شركة الكرة إن شاء الله يخدم على قطاع الكرة كامل إن شاء الله فدي نقطة يعني اسم الزمالك زي ما قلت لك هيساعد إن كل الناس في حالة الاستقرار إن كل الناس يحاول تقرب لنادي الزمالك تم موجودة جوه لأنه هو نادي الزمالك اللي هيديهم أكتر هم هياخدوا من نادي الزمالك ممكن نشوف يعني أكتر من فرع لنادي الزمالك في أكتر من مكان يعني هو زي ما برضو مش مهندس شام نصر أكتر من تصريح أوجه الناس إن شاء الله في خلال 18 شهر بإذن الله يكون المرحلة الأولية خلصت بإذن الله لأنه فعلا إن شاء الله محتياج لفرع كبير أنت شايف فرع ميتعوبة بقى فيه زخم غير طبيعي ما مش مستوع بالعداد الموجودة فيه مع النهاردة أنت محتاج يبقى عندك خلق موارد من خلال فرع أكتوبر ودي برضو باشماندس شام شاطر فيها جدا بالتاريخ سبيبتاعه المخترم اللي موجود فيبقى فيه مساحة الفرع إن شاء الله بزي ما قلتك في خلال 18 شهر وبرضو أحب أقول يعني مفاجأة كده أو سر صغير نحنا برضو فيه جراءات متاخدة إن شاء الله الفرع ثالث إن شاء الله مشاريع جديدة ومناطق جديدة فنادي زمالك عن قريب سيكون فيه فرع برضو ثالث بإذن الله هل ممكن نشوف استاد لنادي زمالك بص أنا برضو يعني في النقطة ديت بحب أشوفها بشكل أو بمنظور مختلف إنت إي أولوياتك أو إنت إحتياجاتك أو إنت النهاردة الموارد اللي عندك تساعدك إن إنت يبقى عندك استاد أو لو إنت محتاج استاد الأول أو إنت محتاج حاجات قبل الاستاد فيه شوف لو أنا كمحمد أحب أتكلم في النقطة ديت النادي زمالك محتاج يكون عنده منطقة رياضية كاملة منفصلة فيها الاستاد وفيها الصلاة المغطأ أو فيها الحاجات اللي تليه باسم نادي زمالك بس بشوف إن فرع أكتوبر النهاردة وجود استاد جوا مش بقول كده عشان أتكسر مأدي في الناس لأس أنا أحب أتكلم بواقعية أكتر شوية الأفضل إن أنت تعمل منطقة رياضية عن واسعة يبقى يكون النهاردة موقفك المالي موقف محترم يبقى فيه شركات النهاردة عندها المساحة يبقى فيه تعامل مع نادي الزمالك ومعندها ثقة إن نادي الزمالك مش هبقى عنده غير الفترة جاغل الاستقرار وفيه الخلافات اللي كانت موجودة خلاص الموضوع ده انتهت انتهى خلاص وإحنا فاتحين دروعنا لكل الناس طبيعي أنا كراجل زمالك وأتمنى يكون عندنا ستريس مستدد الزمالك بس يتعمل بواقعية أكتر شوية يمكن دايما في ناس بتشوف إن القايمة الموحدة لما تنجح ده شيء كويس شيء إيجابي والبعض الآخر بيرى لا إيه المشكلة لما بقى فيه تنوع ما بين القايمة وما بين المستقلين انت شايف إن ده ممكن يعمل مشكلة فيما بعد لو القايمة لا تحيتش كاملة يعني إحنا كيد كمجموعنا تمنى الناخب الزمالكوي يدعم القايمة الموحدة لاستقرار أكتر نادي الزمالك ده أكتر حاجة محتاجة الفترة الجاية في خلال الأربع سنين يبقى فيه استقرار موجود لنادي الزمالك طبعا كل ناس كومات محترمة كل ناس ناس فعلا محبة نادي الزمالك وأكيد هتبقى عايزة تخدم نادي الزمالك بس إحنا نهارده كقايمة فيه تناغم بيننا موجود وفيه قناعات موجودة بأننا فترة وعارفين كل واحد فينا دوره إيه وهيشتغل على إيه فده الطبيعي إن إحنا ما بنقولش لحد كل عدو حقه يختار اللي هو عايزه بس إحنا كمجموعة النهارده بندعو الجمعية العموية أن يدعم فكرة الاستقرار فكرة الاستقرار النهارده هي اللي هتخلي فيه يعني شكل اجتماعي محترم أو خدمة اجتماعية مميزة وهتخلي فيه بترجع البطولات بشكل يليقي باسم نادي الزمالك في كل الأنشاطة الرياضية وكل الألعاب الرياضية ده النهارده بيخليك تشوف كناخب زمالكاوي إن أنا دعم فكرة الاستقرار حتى لو في خلال الأربع سنين جايين نادي الزمالك يقوم وينهض ويرجع للصورة اللي كان كلك أي زمالكاوي يتمنى يشوف بيها نادي الزمالك وده مش حجر على رأي حد لا كل الناس ليها حق تختار اللي هي عايزك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة